هذه المناسبة الغالية التي الغالية علينا جميعا وهي مناسبة ذكرى الاستقلال الواحد وسبعين هذه الذكرى التي تجمعنا من أجل أن نبني وطنا يكون إن شاء الله في المرحلة المقبلة سند للجميع وهو بيت للأردنيين جميعا من شتى الأصول والمنابط اليوم للحديث عن هذه الذكرى الغالية العزيزة على قلوبنا جميعا والتي تدعونا إلى الاستمرار في مسيرة العطاء والبناء لوطننا الغالي وأن نكون يدا واحدة مع القيادة الهاشمية أن نكون قادرين على البناء إن شاء الله بما فوق أفضل ويصب بمصرح الوطني العليا للدولة سيكون معنا اليوم ضيفنا سعاد النائب محمد الظهراوي للحديث عن الحياة البرلمانية ومعاني الاستقلال التي يلتقطها النواب في هذا الوقت خصوصا أن الأردن يمر بمرحلة عصيبة في إقليم ملتهب يحيط بنا في منطقة الشرق الأوسط صباح الخير سعاد النائب محمد الظهراوي وماذا تقول بداية ساعتك للأردنيين في ذكرى الاستقلال هذه الذكرى التي فعلا دائما نتوقف عندها من أجل أن نقيم أين أصبنا وأين أخطأنا من أجل الاستمرار في المسيرة حقيقة في هذا اليوم الجميل هذا يوم عظيم بالنسبة للأردن الأردنيين 71 عام من الاستقلال وكان منذ 71 عام إلى الوقت الذي نحن فيه الآن في ارتفاع تدريجي في مجتوى الحرية والاستقلال والبرلمان والحريات العامة والحريات الشخصية استطاعت الأردن ليست استقلت فقط قبل 71 عام بل حافظت على استقلالها حافظت على دولتها حافظت على مؤسساتها حافظت على الوطن بكل مكوناته. على جلالة الملك. على العائلة الهاشمية. على مؤسسات الدولة. على مفاصل الدولة. على البرلمان. والحمد لله. وصلنا بعد 71 عام من الاستقلال. إذا أنت تقارن استقلال لأردن استقلال العديد من الدول العربية. كان استقلال منقوص بالنسبة لبعض الدول العربية. والاستقلال الحقيقي هو الاستقرار. الحمد لله. نحن لدينا استقلال واستقرار. إن شاء الله الأيام القادمة تكون أفضل. نرفع بإسمي. أنا نائب لمحافظة الزرقاء. بإسمي. بإسم جميع أبناء الزرقاء. لوحة فسيفساء أبناء الزرقاء. قوس قزاح المجتمع الأردني. النموذج الحي للوحدة الوطنية. نرفع بإسمي وإسمهم. أسمى آيات الولاء والانتماء. لسيد صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أطال الله في عمره وأبقاه. وقلنا له في الربيع العربي نحن أبناء الزرقاء. قلنا له نحن نختلف عن باقي المدن. ونحن نختلف عن باقي الأوطان. نحن وطن صغير في وطن كبير. كنا قلعة حصينة للهاشميين. كنا وما زلنا. فيا سيدي لن نجدد لك الولاء. لأن ولا أنا لم ينقل. نعم. طب سعدتك اليوم أنتم كمجلس نواب وكسلطة تشريعية. وهي ونظامناك هو معروف بالدستور نيابي ملكي وراثي. هذا يدل على أهمية هذه السلطة. ماذا قدمت السلطة التشريعية خلال مسيرة الوطن في الفترات الماضية. وكيف تقيم الأداء النيابي ومسيرة مجلس النواب. خصوصا أنك حضرتك نائب للمرة الثانية. الثالثة. كنت في الرابع الخامس عشر والثالث عشر والسادس عشر والسابع عشر واليوم في الثامن عشر. كيف يلعب مجلس النواب دورا في تعزيز المؤسسية التي بناها جلالة الملك الحسين على مدار سنوات طويلة منذ تولي سلطات الدستورية إلى أن تولي جلالة الملك عبدالله السلام. حقيقة المجلس النواب على أهمية كبيرة في أي دولة كانت. وتقاتل الشعوب لتصل إلى مرحلة مجالس النواب. الديمقراطية الحقيقية بموجود مجلس نواب. الديمقراطية الحقيقية بوجود مجلس تشريعي قوي. ولكن للأسف الشديد في موضوع تطبيق العمل النيابي في داخل البرلمان منقوص. لأن هناك دائما تعد من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. والأصل أن يكون هناك السلطة التشريعية في بداية كل شيء. طبعا. لأنه نيابي ملك جراسي. في دول الدموقراطيات في كل العالم. دائما يأتي مجلس النواب بالمرحلة الأولى. وثم تأتي السلطة التنفيذية في المرحلة الثانية. جلالة الملك. المجلس النيابي. المفروض أن يكون المجلس النواب أقوى من هذا الموضوع. ولكن هناك تغول على السلطة التشريعية بسبب. السبب الأول عدم وجود جدية حقيقية من الحكومة. بتنفيذ مطالب الناس. فالآن يصبح خلط ما بين موضوع التشريع والخدمات. للأصل أن يكون النائب مشرع وليس خدمات. ولكن ما ينطقس من دور النائب كمشرع هو موضوع الخدمات. ستجد السقط العام من المواطنين على المجلس النواب على الخدمات. وليس على التشريع. صحيح. وليس على التشريع. وبالتالي أصبح هناك عند المواطن دائماً هاجز أن مجلس النيابي لا يستطيع أن يحقق ما يصب إليه المواطن. لكن سعدك ألم تلمس تطوراً في المجالس الأخيرة مع تطور قانوة الانتخاب. يعني اليوم خدمات ما فيه. والمجلس النواب يتفرغ تقريباً للتشريع بالرقابة. فمسؤولية. لم يتفرغ مجلس النواب حقيقةً لموضوع التشريع. قلت لك فيما سابق أن الحكومة أصلاً ليس قيمة. فهو يجبها باتجاه خدمات الناس. يعني أنت لما تأتي عليها. أنا محافظة مثل محافظة الزرقاء. بلوائيها الضليل والصيفة. وقضائيها الزرقاء والأزرق والضليل. تأتي تلاقي نسبة البطالة مثلاً 70%. كيف تقول لما تلاقي نسبة بطالة 70%؟ أنا كنائب جل اهتمام الناس. تريدون توظيف. صحة أو لا؟ ساعدتك. كيف ما هو المطلوب اليوم من الحكومة ومجلس النواب؟ اليوم نتحدث عن ذكرى الاستقلال. ما هو المطلوب؟ هل نحتاج إلى وقفة مراجعة؟ هل نحتاج لأن العمل الاستقلال يتطلب مننا أن نكون قادرين على البناء والعمل والمثابرة من أجل تعزيز المؤسسية والعمل من أجل التعزيز المؤسسية في العمل على كل مؤسسة وعلى كل سلطة أن تقوم بواجبها. على السلطة التنفيذية أن تقوم بواجبها الصحيحة. من حيث خطة التعليم صحيحة. من حيث تعليم مجاني. من حيث صحة مجانية. يعني الأساسيات المواطن الأردن. المواطن الأردني يعاني من شغلتين أساسيات. لا ثالثة لهم. موضوع الصحة. عندما أممني أولادي بالصحة ببلاش. هذا موضوع التعليم. لأنك تعرف وعندك أطفال بالجامعة تستنزف المدارس الخاصة والجامعات الخاصة أكثر من نصف رواتب الموظفين. وبالتالي يصبح أنا همي. ولكن التعليم لا. أنا ريحني في هذا. أنت تأخذ مني كل شيء. لماذا تغطيني تعليم ببلاش؟. لماذا تغطيني الصحة ببلاش؟. وبالتالي الناس الذين يأتيونها يريدون عفاءات. يريدون مساعدات للجامعة. هذا بالدرجة الأولى. ثم بعدما أنا أعاني أدرس أبنائي في مدارس خاصة وجامعات خاصة. أريد أن أأتي أنا أشغلهم. أريد أن أشغلهم. وبالتالي أصبح فيه عني تراكم ديون كمان على هذا الموضوع. إذن بالتالي الناس أريد أن تشغل. أريد أن تشوفوا الوزراء الناس. أريد أن تشوفوا رئيس الوزراء. فالمتنفس الوحيد قالهم من؟. النواب. النواب. وبالتالي النائب لما ينطلب منه باليوم 500 طلب ويلبي طلبين. ما سيحدث؟. سيحدث عنه 490 سقط يومي. صح أو لا؟. وبالتالي المؤسسة التشريعية ستبقى في هذا الموضوع. ماذا نحتاج ساعدتك؟. ما هو المطلوب من أجل أن نتطور الأفضل؟. نحتاج إلى خطة وطنية حقيقية. فيما يتعلق بموضوع واجبات الحكومة. وواجبات مجلس النواب. الوزير هو من يشرع له. نعم. والنائب هو الذي يشرع له. يعني جلالة الملك ساعدتك دائما كان يحث السلطات على تهزيز. فصل السلطات والتعاون. نعم. هل هناك فعلا اليوم التعاون مفخوم أليه التعاون. ويوجد أليه التعاون واضحة بين سلطات الدولة؟. لا هذا. أنت المفروض أن شايف أنه لا يوجد أليه التعاون واضحة. هناك تخبط في التعاون بين السلطات. ولكن مجلس الـ 18 صار فيه تقارب وتعاون. بعد ما حدثت جلالة الملك. واجتمع برؤساء اللجان ورئيس مجلس النواب. صار فيه تعاون. وخاصة آخر قبل أن تنتهي الدولة برشارين. صار فيه احتكاك دائما بين الحكومة ومجلس النواب. كنت تلاحظ. الآن هناك استقرار في هذه العلاقة. وأتمنى أن تتدرج العلاقة لتصل إلى وضع تشريع مستقر. وإلى وضع تنفيذ مستقر. وإلى وضع قضائي مستمر. ونستمر في هذه المسيرة. ولكن الوضع بمجمله ممتاز. الوضع بمجمله ممتاز. هناك تعاون. هناك تعاون أصبح من الوزراء مع النواب في مواضيع خدماتية كبيرة تخص الجميع. مع خدمات ضيقة متعلقة بموضوع التوظيف. لأن هذا موضوع التوظيف يخضع لنظام ديوان الخدمة المدنية. سعادتك مائي اليوم بعد مرور 71 عام من عمر الاستقلال. كيف تجد التنمية في المحافظات؟ وأنت ابن أحد المحافظات. هل هناك فعلا اهتمام واضح؟ ماذا نحتاج من أجل تعزيز التنمية؟ للأسف الشديد فيما يتعلق بموضوع الحكومة وعلاقتها بالتنمية ومدى تنفيذها خطة التنمية كانت قليلة. أكثرية المواضيع التنمية في المحافظات هي مبادرات ملكية. مبادرات ملكية. أنا أتحدث عن مدينتي عندما كنت نعب عن لوائر صيفة. المدينة الرياضية والمدارس والمراكز الصحية. كلها مبادرات ملكية. كلها مكارم ملكية. وكذلك محافظة الزرقاء. ولكن الآن الحكومة في خطتها الأخيرة وفي الموازنة كان هناك بعض المشاريع لبعض المحافظات تزيد من محافظة الأخرى. ولكن أنا أتهيأ بعد موضوع اللامركزية. أن يصبح هناك تخفيف على المجلس التشريع. ليكون هناك مجلس يهتم في موضوع الخدمات في مدينة. وبالتالي قد تكتمل الصورة باللامركزية والنيابية. إلى أن تصل إلى تكامل المشروع مع السلطة الرياضية. اليوم فعلا ندخل على مرحلة جديدة مع ذكرى الاستقلال. وهي فيما بعد ستأتي بعد عدة أشهر الانتخابات البلدية واللامركزية. كيف تقرأ هذه المرحلة؟ هل ستكون مختلفة عن المراحل السابقة؟ هل اللامركزية ستكون تؤسس لها حالة من الوعي وحالة من فعلا تفريغ مجلس النواب للتشريع والرقابة؟ بينما أن الخدمات يتم وضع خطط للمحافظات من أبناء المحافظة. أكيد طبعا. ما خطط له أصلا. ما خطط له بالدولة الأردنية. أن تكون اللامركزية تنفذ ما تقول أنت. أنا أتوقع أن يكون هناك نجاح. بداية لأول مرة بالمركزية تكون كما نصبه إليه. ولكن بداية لتأسيس مرحلة جديدة في عالم الخدمات. بحيث كل محافظة هي تشرع وتنفذ الخدمات المطلوبة. وبالتالي يخفف عن كاهل مجلس النواب. هل تتوقع أن لا يكون هناك صدام بين النواب وأعضاء المركزية في المحافظات بالتنازع على الصلاحيات؟ لا. الصلاحيات واضحة حددها الدستور وحددها النظام الداخلي من المركزية وحددها النظام الداخلي وحيدها النظام الداخلي لمجلس النواب. الصلاحيات واضحة Summit لا يوجد في النظام الداخلي لموضوع المركزي هو أن يخدم ونفذ خطط الخدمات. ولكن أنا أشرع وأراقب فقط. وشرع وراقب ولكن لنقص الخدمات من الحكومة ولتقصير الحكومة من بعض الجيون أنا أتدخل في هذا الموضوع سعادتك أنتم كنواب كيف يكون دوركم في توضيح أهمية ذكرى الاستقلال كيف توظف هذه الذكرى من أجل خدمة المصلحة الوطنية والعليا أنتم تختلطون في الناس وتتحورون مع الناخبين ومع المجتمع كيف تنقلون الصورة من أجل فعلا تعزيز تعزيز فعلا الشعور لدى المواطن بأن يكون الوطنية هي بالعمل وليس بالأقوال أو أن تكون الوطنية بمقابل ثمن معين إذا تحدثني عن مجلس النواب أنا أدعى كل زملائي أن يتعاطوا مع شارعهم كما تعاطى أنا عندما يتعاطى النائب مع شارعه بشكل يومي تعزز الوطنية عند المواطن أنه أي نواب موجودين بيننا بأي وقت بلاقوني بأي وقت بمشي معهم وبالتالي هذا كله استقرار للوطن هذا استقرار للوطن لا يصبح هناك عندما أنا أنتخب نائب وما أرى خلال الأربع سنوات إذا كان هناك الصدام ما بين مواطن والسلطة التنفيذية وأصبح هذا الصدام بدون أن يكون هناك حلقة وصل النائب إذا كان هناك ظلم مواطن فهذا يؤدي للحقد على الوطن ولكن عندما أنا أنفذ ما يصبه إليه جلالة الملك من خلال خدمة ومجلس النواب من خلال خدمة مواطن يصبح استقرار وطني للناس بمحبتهم للوطن متى يحقد المواطن على الوطن إذا كان هناك بعض الظلم وما حدا أنصفه في هذا الموضوع إذا إحنا مجلس النواب أنصفنا جميع أبناء الوطن على الأقل نمشي معهم نحسسهم أنه حلقة سلسلة نائب مواطن سلطة تنفيذية جلالة الملك ديوان وبالتالي يجب أن يكون هناك سعدتك ما هو المطلوب اليوم أنك مواطنين وأنت نائب مؤثل للشعب في ظل الظرف المحيطة بالأردن الإقليم هذا الملتعب في ذكرها الاستقلال نحن نعيش واحد أمان والأردن الحمد لله لا يوجد لدى المواطنين خلاف على النظام السياسي ونختلف التفاصيل في كيفية إدارة الدولة لكن اليوم ما هو مواطنين منا كمواطنين أولا وكمؤسسات دولة بمختلف أنواعها في ظل وجود الأردن في إقليم ملتهب حافظ على أمانه واستقراره طوال الفترة الماضية التي مرت فيها معاناة المنطقة والتي ضربتها العديد من الأحداث أنت الآن في عندك جانبين بهذا الموضوع أولا عداء الأردن كثر عداء الأردن كثر التنظيمات الإرهابية التي تضرب في عمق سوريا والعراق وهذه التنظيمات الإرهابية الموجودة في المحيط العربي هذا جزء وجزء الآخر هناك خطة استراجية ثابتة عند العدو الصهيوني لمحاربة الأردن أيضا إذن يجب على الشعب الأردني أن يدرك وأن يعي أن هناك مؤامرات تحق على الأردن وأن يعزز الوحدة الوطنية التي أزعجتني أمبارح أزعجني خدش بسيط للوحدة الوطنية الوحدة الوطنية هي من عمرت الأردن الوحدة الوطنية مهنة عمرت استقرار الأردن الوحدة الوطنية هي التي أوجدت الأمن والأمان بفضل القيادة الهاشمية أيضا. وأصبح المستثمر بأي مكان بالعالم. أتمنى أن يكون معه رقم وطني أردني. أتمنى من جميع ابناء الشعب الأردن أن يحافظوا على الرقم الوطني الذي يعطي القوة في كل العالم. عندما يذهب الأردن وأنت سفرت وأنا سفرت الأردني يحترم. وما احترام الأردني إلا من احترام ملكه ووحدته الوطنية واستقراره. أنت ترى الاستقرار الحمد لله. وعلى بعد مئة كيلو من الآن. من المكان الذي نجده. تجد الانفجارات والقتل والتدمير. نحن نحمد الله أن الله حبانا بقيادة هاشمية فذة. استطاعت أن تحافظ على الأردن من الاستقلال إلى هذا اليوم. وأطلب من شعب الأردن أن يحافظ على الاستقلال وأن يحافظ على ملك الاستقلال. وأيضا في هذا اليوم. اسمح لي أني طلعت من خلال شاشتك اللي أنا أحترمها. لأنه جلالة الملك أيضا في يوم الاستقلال. أن يكون هناك عفو عام. عن العائلات التي تنتظر آباءها. في هذا اليوم الوطني الجميل. هناك الأوضاع الاقتصادية أوصلت بعض أرباب البيوت إلى السجون. الأوضاع الاقتصادية أوصلت الكثير من الناس المتعلمين. ومن الدكاترة والمهندسين. ومن العمال العاديين إلى السجون. بقضايا مالية بسيطة. أطلب من سيدي صاحب الجلالة أن يكون اليوم استقلال للأردن. واستقلال وحرية. أيضا لأصحاب القضايا البسيطة. التي لا تؤذي الوطن. التي لا تؤذي الوطن. ولكن المشاكل الاقتصادية بالدرجة الأولى. نتمنى سعادتك أن يكون هناك فعلا جهد نيابي وحكومي من أجل المصلحة الوطنية العليا. إن شاء الله. وأن تكون بداية وبداية مرحلة جديدة مع بداية ذكرى كل استقلال في الذكرى الواحد وسبعين هي ذكرى فعلا حقيقية تدعون إلى تقييم المرحلة والبناء والتخطيط من أجل المرحلة المقبلة بيد الأجيال القادمة. إن شاء الله. كلمة أخيرة سعادتك للمشاهدين بذكرى الاستقلال. ماذا يقول سعادتنا أبو حمد الظهراوي في هذه المناسبة؟ في هذه المناسبة أوجه نداء لأبناء شعبي. أبناء الشعبي الأردن العظيم. أن يحافظوا كما قلت لك سابقا على الاستقلال وعلى ملك الاستقلال. لأن هذا الوطن استحق بنا أن نبذل الغالي والنفيس. لنعيش بأمن وأمان نحن وأبنائنا. ونحن والله في نعمة غير مقدرين ثمنها. نحن الآن في نعمة الأمن والأمان. وفي نعم أيضا قيادة هاشمية غير دموية. قيادة هاشمية لم تسرق ولم تنهب ولم تضرب ولم تنصب على مواطن. فلتكون القيادة الهاشمية مرآة للحكومة. ومن يشرق إلى الحكومة. وإلى من يرثل قراراتها. كل شكر سعادتنا بن حمر الظهراوي. على تلبية الدعوة. لحديث عن مناسبة الاستقلال. كل شكر لكم. مشاهدينا الكرام. نذهب إلى تقرير حول الاستقلال. ثم نعود لمواصلة الحوار. عاما واحد وسبعون نصرا وواحد وسبعون عزة وكرامة. ورقم لا ينتهي من الحب والولاء والانتماء. ألف لام ألف رادا النون. حروف اجتمعت لتكون روحا واحدة. روحا عاش ويعيش وسيعيش فيها كل شخص أردني. الخامس والعشرون من أيار يوم العزة يوم الاستقلال. اعترفت الأمم المتحدة بالأردن كمملكة عربية مستقلة. وقد أعلن البرلمان الأردني في ذلك الوقت الأميرة عبدالله بن الحسين ملكا عليها. بعد استقلالها بدأت الولاد مرحلة. ترجمة نانسي قنقر